السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم عليكم النهاردة وصفة جديدة جدا وسهلة ان شاء الله تعجبكم هنعمل تونر للبشرة وبدلا من اشتري الحاجات دين بره بجد السعرها بقى غير جدا هنعمل تونر بجد مفيد ومغزي ومرطب وفي نفس الوقت بجد هيزبط بشرتك جدا طبعا قبل ما تشوفوا الطريقة اتمنى انتو تعملوا لي لايك وكمنت والشير للفيديو علشان القناة تكبر وتستمر وان انا استمر في تقديم محتوى بجد مميز وافضل لكم لو اول مرة تشوفوا قناتي او اول مرة تشوفوا الفيديو ده بصفة عامة ما تطلعوش بره القناة الا انتو عاملين سبسكرايب فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد تابعوا القناة محتوىها متنوع وجميل هيعجبكم فيديوها التعليمية كتير جدا نقدر نعملها لنفسنا ويبقى عندنا كتفاء ذاتي او ان احنا كمان نعملها مشروع خاص بينا بيبقى عندنا بيزن السغنون كده يعني ايه على قدنا تمام ده التونر احنا بنستخدمه بالطريقة دي طبعا على بشرتنا على وشينا قبل النوم كده هعملوا وشكو بالتونر ده والان ما بيب كده تقومها تلاقوه في فرق رهيب تعالوا بقى نشوف الطريقة الامر وسهلة بكده هتعجبكم اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم معايا تلت تلت كوباية من الماء المقتر بستخدم المعايير بتاعتي بعد كده تلت كوباية من الماء الورد انا بجيب ماء ورد خاص بمنتجة التجميل بعد كده عندي نص معلقة صغيرة من الفيتامين اي مش عندكم بنجيب كابسولات من الصيدلية وبنحط كابسولة بعد كده معايا 15 نقطة من زيت شجرة الشاي ده من زيوت المعاقمة والمطهرة للبشرة بعد كده عندي 10 نقطة من زيت اللفندر بجد زيودي بتعمل استرخاء ومساج للبشرة ونفس الوقت بتدي تنظيف عالي على فكرة وعميك زيت شجرة الشاي ده من الزيوت اللي لو بشرتك كلها حبوب او دهنية هيقضي على كل الكلام ده من اول استخدام وجربيه وهتشوفي نتيجات نفسك بعد ما بنخلص طبعا بنحط في العبوات بتاعتنا بقى يمكنة العبوات بتاعتك بعد كده بنرجها كويس جدا جدا عشان نتأكد ان الفيتامين اي داب لانه بيبقى اللقاوم بتاعتي قيل شوية فهنرجل كده كويس جدا 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 لحد متأكد انه داب قبل الاستخدام بنجيب الاقطان بتاعت مزيل الميكوب وبنبدأ ان احنا بنحط في القطنة كتير كويس ونبدأ ان احنا كأننا بنعمل عملية تنظيف للبشرة طبعا تبقى فيها كتير شوية عشان البشرة تتشارب كل الكلام ده عملوه كل يوم قبل النوم بجد هيفرق معكم كتير خاصة الناس اللي بشرتها دهنية زيادة قوي وبتضيقها او الناس اللي بشرتها كل شوية تطلع على حبوب زيت شجرة الشاي هيقضي على الحبوب دي تماما لانه يعتبر مادة مطهرة تمام يروب الفيديو يكون عجبكم تكون وصوتي سهلة وسريعة بتنسونيش حالا لايك كومنت شير الفيديو سبسكرايب للقناة فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد مع السلامة